مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية من برنامج السيديو الإخبارية حيث نستعرض فيها أزمة عقبتي ضلع وشعار بمنطقة عسير خلال موسم الشتاء حيث يشهد طريق عقبة ضلع وشهار والتي تربط بين مرتفعات عسير ومنطقة اتهامة كثافة مرورية عالية وتكدس وازدحامين شديدين للسيارات المسافرين الأمر الذي يعرقل الحركة ويشلها بشكل لافت مرتدوا الطريق من المسافرين أبدوا انزعاجهم المتكرر حيث يعتبرون تزاحم المركبات يشكل خطرا لسيما وأن كل تلك الطرق هي طرق مفردة ولا يوجد أي مزدوج لها سواء بعقبة شعار أو حتى عقبة ضلع وعندما يقع أي توقف لعملية السير في هذا الطرق فهو يحدث عطل كبير أو حتى عند حدوث حادث مروري بسيط وبالتالي يغلق الطريق لساعات طويلة وتتراكم المركبات لمسافات طويلة وساعات أيضا عديدة محدثة حالة من الفوضى والهلع والانتظار الطويل مرتدي الطريق يطالبون بتكثيف الدوريات المرورية لإنهاء حالة الازدحام وتنظيم حركة السير حتى تصبح حركة السير أكثر انسيابية على الطريق إذن ما هي الحلول من قبل إدارة مرور منطقة عسير في هذا الجزء المخصص للحديث حول هذا الموضوع إذن نتابع التقرير ثم نعود من هنا ومن أعالي سرات عسير إلى سواحل تهامة الساحرة وفي فصل الشتاء القارس الذي بات هاجسا لأهالي منطقة عسير هروبا من برودة الأجواء بمدينة أبهى وضواحيها وتحديدا في إجازة نهاية الأسبوع مرورا بعقبة ضلع التي تمتد لما يقارب ثلاثين كيلو مترا باتجاه مدينة جازان والتي تعاني من ازدحام المركبات بشكل كبير جدا مما أدى إلى تذمر المواطنين وخوفهم الشديد من هذه العقبة وزحامها الدائم وخاصة أثناء إجازة نهاية الأسبوع والحوادث المرورية التي توقف هذه العقبة وقد حضيت منطقة عسير الجبلية بالعديد من العقبات التي تصلها بتهامة عسير كعقبة الشعار التي تصل مدينة أبهى بمحافظة محال العسير التي باتت مشت عسير الأول في سبيل إنجاح سياحة عسير المستدامة صيفا وشتاء للإخبارية عبدالله العبيد أبهى أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام قبل أن أبدأ النقاش مع ضيفي من أبهى فيصل حبتر وهو ناشط اجتماعي أود أن أوضح وأن أقدم لكم هذا التنويه أنه إحنا في إدارة البرنامج خاطبنا مدير عام المرور في منطقة عسير بشكل رسمي وحتى هذه اللحظة لم يصلنا جواب على التواصل معهم إحنا كنا حابين أنهم يتواجدون معنا منور منطقة عسير يعني كجهة رسمية لها علاقة مباشرة بالموضوع حقيقة الجماعة شفويا أبدوا استجابة لكن طلبوا خطاب رسمي بعثنا الخطاب وحتى هذه اللحظة ما في رد أرجع لك سيد فيصل فيصل إيش المشكلة تحديداً اللي قاعدة تصير في العقبة ليش هذا ليش تتكرر المشكلة بشكل كبير أولاً بسم الله أولاً بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام ورسول الله ما الذي بدل الحقيقة أنه عقبة الضلع هي الطريق الشرياني ما بين منطقة عسير ومنطقة جازان هذا الطريق الذي يمتد لمسافة 30 كيلو متر في مناطق منحدرة تماماً قد تقدر بـ 11 كيلو متر منطقة صعوبة وانحدار شديد بالتالي هذه الطريق ليست بساركة أمناً لمرتاديها وخاصة في وقت الذروة سمحت لي بأن أتكلم عن هذه الظروف التي نعاني منها كأبناء لمنطقة عسير وكذلك نعاني منها من يريدون أن يزورون المنطقة سواء يزورون منطقة عسير أو يزورون منطقة جازان طيب أنت تحدثت أن المشكلة تصبح أكثر يعني تتفاقم أكثر في أوقات الذروة وش أوقات الذروة بالنسبة لهذا الطريق؟ أوقات الذروة يا عزيزي طبعاً هي تأتي في الإجازات الأسبوعية وكذلك الأوقات الشتاء في أوقات الشتاء دائماً يرتاد أهالي منطقة عسير بمختلف محافظاتها الثاني عشر ويذهبون بالتالي إلى المناطق الساحلية لهدف التنزه أو الاستجمام أو كذلك لزيارات متعددة هذه الطريقة الحقيقة قد تختنق في أوقات الذروة ومما يؤدي إلى تجمهر كبير جداً وإغلاق للطريق غير سارك الحقيقة أنه دائماً من صعوبة العقبة بأنه يحدث هناك أحياناً حوادث مرورية هذه الحوادث المرورية قد تجد بأنها تنظي ساعات حتى يصل إليها المرور ويصل إليها الهلال الأحمر أعتقد بأن هناك حلول كثيرة جداً طيب قبل ما ندخل في الحلول أنت كيف تشوف تواجد دوريات رجال المرور في هذا الطريق تحديداً هل في تواجد لهم هل هناك خطط يحطونها أوقات الذروة ولا أنهم زي الحلقة هذه اللي غابوا عنها لا أبداً بأمانها المرور من قد تجد متواجد وهذه للأمانة يعني الحقيقة لديهم دائماً تواجد أمني في بداية الإجازة الأسبوعية وكذلك في نهاية الإجازة الأسبوعية سواء في النزول وقت بداية الإجازة أو في الصعود في نهاية الإجازة وهذه بالأمانة لكن هناك جهات أخرى الحقيقة نعول عليها كثيراً كثيراً في التنسيق والترتيب والتنظيم وكذلك إيجاد حلول أخرى غير إيجاد تنظيم حركة السير وش الجهات هذه اللي تقصدها اللي أنتوا تعولون عليها كثيراً أنها تساهم في فك الاختناق المروري كأنك تشير إلى توسع للطريق ويعني وزارة الناقل ربما ربما في السابق قد اشتهد اسمو أمير منطقة عسير حفظه الله بأن يريح مواطني هذه المنطقة وكذلك ساركي لهذا الطريق بأن يتم توسع أهل الطريق بوضع حلول ودراسات على أرض الواقع الحقيقة هناك معوقات الجميع يعرفها وهي وعورة الطريق وجود منحدرات شديدة كذلك الحقيقة لا أخفى على الجميع بأن سلسلة جبال السروات تمتد من منطقة عسير إلى منطقة جازان وهي معوقات حقيقية للعمل التطويري طيب هل في طرق بديلة للناس عشان يستخدمونها عوضا عن هذه الطريقين ولا هي الطريقين يعني الوحيدة بالضبط لدينا أكثر من طريق لدينا عقبة الصمة وهي أكثر خطورة كذلك من عقبة الظلع خطورة شديدة جدا كذلك عقبة شعار ربما قد ذكرها القارئ الملخص قبل قليل أو التقرير بأن عقبة شعار الحقيقة تفق الخناق ولكنها عقبة شعار عقبة الحقيقة يسلكها الشاحنات الكبيرة رغم أن هناك توجيهات من سمو أمير المنطقة بإيقاف تحركات الشاحنات وقت الذروة لكن في المقابل لو حصل وهناك الحقيقة تجارب كثيرة لو حصل حادث في هذه العقبة من أي سيارة مركبة كبيرة أو صغيرة تقفل العقبة تماما وتشل الحركة طيب أنت ما تشوف أنه الكثير من الجهات أنها ممكن تعمل خطط تكتيكية مثلا أنه سواء المرور ولا غيره أنهم يتحكمون في أعداد السيارات الموجودة داخل العقبة للمساهمة في انسيابية الحركة في حلول كثيرة ترى عوضا عن توسيع الطريق أو حتى تواجد المرور أعتقد يا أخي الكريم أن بالفعل لو اجتمعت الجهات العكومية ذات العلاقة بالتنسيق الجاد وأنا أعتقد أنهم جادين الحقيقة ونعور عليهم كثير لأنهم الحقيقة يعملون ليلة نهار في إرضاء هذا المواطن لكن حقيقة قد يكون في لحظة من اللحظات لسبب ما يوجد أنت تحط عذار أستاذ فيصل قبل ما هو عذار بالعكس لا بالعكس ما هو عذار لكن نحن نشاهد الواقع الحقيقة تجتمع كثير من المعوقات الحقيقة لو أنا أذكر مرة من مرات قد سركنا الطريق في وقت الإجازات فتخيل بأن نزلنا الساعة الرابع العصرا لم نصل لمنطقة جازان للساعة العاشرة ليلة الحين داخل الطريق هذا لو صار فيه مثلا حالة طبية لو صار فيه حالة إنسانية داخل الطريق والطريق مغلق بسبب حادث بسيط وهو مفرد الطريق هذه مشكلة كبيرة بالضبط هذا ما كنت أعنيه تماما هناك سيارات الإسعاف والهلال الأحمر والمسعفين لا يمكنهم الوصول للحالات الحرجة أنا أعتقد لو وفروا الهولوكابتر لنقل الجوي هذا ما هم وجود هم هم وجود لا أبدا أنا لا أراهم من قبل أو أنها حدث في معظم الأحيان هذه منطقة وعرة المفترض أنه يكون هو موجود بشكل كبير جدا جدا الحقيقة نحن نطالب أن تتوافر الجهود لو تتوافرت الجهود مع رؤية سمو أمير المنطقة الحقيقة سينجحون الجهة ذات الاقتصاص في فك هذه الخناقات أنت كناشط يعني اجتماعي وش المطالب اللي أنتم تطلبونها اللي ممكن تساعدكم في حل حالة هذه المشكلة يعني أنت تحدث عن أنه ما في الإخلاء الطبي الطيران مشاكل هذه الطريق والعقبة أيضا استماح للشاحنات الكبيرة بالتواجد رغم المنع بالضبط هناك أحيانا أحيانا يكون هناك شاحنات تنزل لغرض أو لآخر الحقيقة أنا أعتقد لو وضعت تعليمات صالمة بعدم نزول أي شاحنة مهما كلف الأمر الحقيقة لأن هذا الطريق يسلك أشخاص يحتاجون الوصول في وقت محدد لهم تخيل بأنه يأخذ في هذا الطريق من أربع ساعات إلى خمس ساعات لما لا أعلم طيب لو جيت سألتك عن اللوحات الإرشادية يعني إجراءات الوقاية والسلامة على الطريق هل هي متوفرة هذه اللوحات في أعلى الطريق في أسفل الطريق كل هذه اللوحات الإرشادية هل هي متوفرة في الطريق الحقيقة قبل قليل لأنني أنا ما تحدثت عنها أنا أعطيك المجال الآن أنك أنت تحدثت عنها أنا ما تحدثت عنها لأن الحقيقة هي مغيبة تماما عن المشهد الأمني أو المشهد الأمن والسلامة في عقبة شعار الحقيقة في بداية وضع ساهر في هذا الطريق السالك الحقيقة كانت السرعة أربعين كيلو متر في الساعة تخيل أنك في انحدار شديد ومع هذا الانحدار يعني تجاب المركبة بأن تمشي على مهلك بأربعين كيلو متر في الساعة العقبة الحقيقة كما ذكرت لك في السابق والتقرير كذكر بأنها شديدة الهدار الحقيقة نحتاج وضع آليات الأمن والسلامة وإعادة تأهيل هذه العقبة من جديد أنت تتوقع عملية إعادة تأهيلها كأنك تشير إلى أنها لم تخضع لعمليات صيانة كيف مستوى الطريق على أرض الواقع مستوى الطريق السفلة ووجود حواجز داخل الطريق الحقيقة أنا ذكرت لك قبل قليل بأن الطريق هو احتمام لسمو الأمير في هذا الطريق بالذات لكن الحقيقة لدينا مثل يذكر دائما بأنه زاد الماء على الطحين هذا مثل جنوبي والحقيقة أنه كثرت سالكي هذا الطريق وكذلك يوميا بهذه الكثافة يعني يصعب وجود صعوبات كبيرة في صيانة هذا الطريق لكن أعتقد بأن الجهات الحكومية لابد أن تعمل على الصيانة لأن الصيانة ضرورية جدا لهذا الطريق وسالكي لأن أمن المواطن من أمن سلامة هذا الطريق وسيانته أعتقد بأن الصيانة مطلب ضروري جدا لا نختفي فقط بوضع مطبات اصطناعية لا نختفي بوضع إشارات أسهم لساركي الطريق بل لابد من صيانة هذا الطريق بصيانة مستديمة لأسباب كثيرة منها كذلك عند وجود أمطار شديدة تتساقط الحجارة من أعلى الجبال على هذا الطريق وتخيل أنت مشاهدين الكرام عند سقوط هذه الحجارة في الطريق يقفل تماما عند حدوث هذا الأمر ما في مصدات لهذه الحجارة؟ في كثير من الأوقات لا وجد طيب خليني أخذك على سؤال المرور هل في تواجد لكاميرات ساهر في هذا الطريق؟ موجودة عند بداية نزول الزوار منطقة جازان في بداية رجازة وعند الصعودهم موجودة نعم يعني ساهر موجود بس اللوحات الإرشادية من موجودة؟ لا ما يموجودة سبحان الله طيب إيش إمكانية العوامل الأخرى اللي ممكن تأثر أيضا غير سوء الطريق وافتقارة للصيانة وكل يعني افتقارة أيضا للأشياء السلامة أو للشهادات السلامة العوامل البيئية هل فيه ضباب في هذا الطريق؟ هل فيه مشاكل بيئية في هذا الطريق؟ طبعا في أوقات تعالى ومشاهدين الكرام يعلمون بأن وقت الشتاء يكون كثافة كبيرة جدا للضباب في هذه المنطقة بالذات تحديدا في هذه المناطق يعني الله يعين القائدين المركبة عند صعودهم لأبها وكذلك عند نزولهم لأن الحقيقة في مرحلة من العقبة فيها كثافة الضباب كبيرة جدا عالية جدا طيب قبل ما أختم معاك أستاذ فيصل لعلك تلخص لي أنتم المطالب اللي تحتاجونها وكلمة أخيرة لك الحقيقة أنا أعتقد بأن وجود معرض مستديم في بداية العقبة لشرح يكون هذا المعرض دائم من الجهات الحكومية المتعددة تقصد لوحات يعني إرشادية؟ معرض مستديم يوجد فيه ملخص كامل لهذه العقبة وش الفائدة منها؟ الفائدة من الله يحيك أنه دائما يعني ينبهون القائدين المركبة متى أولا متى يكون نزولهم لهذه العقبة لأن الحقيقة هو قاتل ذروة لهذه العقبة تخيل بأنها ازدحام شديد جدا 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 لكن لو افتراضا يعني خاصة لغير مثلا مرتبطين بأعمال دوامات في بداية اليوم أعتقد لو نزلوا في يعني بدوا بدوا يعني يسركون الطريق من وقت مبكر أعتقد أنها قد تخف يعني نسبيا الازدحام طيب كلمة أخيرة لك قبل ما أختم معك كلمة أخيرة الحقيقة لا بد من الجهة ذات الاقتصاص بأن تولي اهتمام لهذه الطرق التي تؤدي لكثير من المحافظات ومناطق المجاورة منطقة عسير سواء عن طريق عقبة ظلاء أو كذلك عن طريق عقبة شعار الحقيقة يعني نحن نشتكي كثيرا من المركبات أو الشاحنات الكبيرة لأن الحقيقة هي من تعرق الحركة السير وعند حدوث أي أمر لا سمح الله دائما تغفر العقبة بالكامل شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل بن حبتر ناشط اجتماعي كنت معنا من استوديوهاتنا في أبهى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك